السلام عليكم ازايكم عمدين ايه يارب تكونوا بخير النهاردة بقى جاين نعمل مع بعض ده حاجة جديدة كده هي الرومي او راك رومي مخلية من العظم من الجلد طبعا ده شكلها بعد اما غسلتها وباللمون والملح والسكر ده المحلول بتاعي عشان ما يبقاش فيها اي زفورة وقطعتها زي اللحمة قطع صغيرة وهعملها معاكم النهاردة في الفورن بطريقة حلوة جدا وخطيرة هتعجبكم جدا جدا لو وكمان هتبقى في الكيس الحراري فتابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الطريقة جبت الكببة بتاعتي حطيت فيها ثلاث بصلات كبار وطماطمتين وخلطة المشويات اللي انتو شفتوها في الاول وخلطة المشويات دي انا بحبها جدا ومجربوها كزا مرة في حاجات كتير انتو ممكن تيبوا اللي هو اسمها ايه خلطة المشويات اللي هي بتبقى يعني عند العطار سايبة مش لازم ماجي لو هي غالي عليكم شوية هو كيس مش غالي قوي الكيس بعشرة جنيه بس لو في حد حبيب يجيب سايبة مفيش مشكلة مش هتفرق في الطعم كتير هي هي يعني بس جبت الطماطم بقى والفلفل والبصل الفلفل اخدر كمان لو انتو حابين تخلوا الفلفل حامي مفيش مشكلة انا اصلا الطريقة دي باعتمدها في اي حاجة فيها فورني يعني بالنسبة للفراخ مثلا لو انا بحب الفراخ المشوية او كده انا بعمل نفس الخلطة دي بالزبط بس بحطها على الفراخ مش في الرومي اه طريقة دي بقى كنت اول مرة جربها في الرومي وعجبتني جدا وخصوصا ان انا من الناس اللي مش بتحب الرومي قوي يعني اه حطت اول كيس بتاع خلطة الماجي تاع المشويات وطعمه رائع جدا حقيقي بنصحكم به يعني وكمان هحط بعد الحاجات دي كلها بقى هحط فلفل اصمر لان في بصل يبقى لازم فلفل اصمر وش يعني معروفة اه يبقى احنا كده حطينا بصل طماطم فلفل اخضر وخلطة المشويات بتاعت ماجي وفلفل اصمر وملح بس الملح ما كترتوش قوي طبعا لان الخلطة او التدبيلة بتاعت المشويات فيها نسبة ملح فمرضتش ازود الملح قوي عشان خطر الحاجة ما تبقاش حدقى طبعا ده حسب الرغبة يعني زي ما انتو حابين تضيفوا ملح كتير او قليل ما فيش مشكلة وبقى حبيت عشان اضيف حاجة قيمة غذائية يعني للاكل وكمان يكون جوسي كده وطاري اه حطيت تعلبة زبادي في الخلطة وهضربهم كلهم بقى في الكبه كده وهرجع لكم اوريكم الشكل عامل ازاي حقيقة هتعجبكم قوي بجد جربوها يعني روعة واصلا عجبت كل اللي اكل منها هنزل عليها بقى على الرومي بيها وهسيبها في التقاسيب الرومي فيها لمدة 3 ساعات او ليلة كاملة بس هي كانت 3 ساعات كانت شرويت من التدبيلة كانت طعمها حلو جدا وقلبهم كويس قوي كده ببعض لحد اما كله يبقى واخد من الطعم واسبهم في التلاجة بقى ممكن تلفوها ببلاستيك راب ممكن تحطو لها كيس بلاستيك عادي وتغطوها بيه المهم ان هي تفضل في التلاجة لمدة 3 ساعات عشان تاخد من طعم التدبيلة انا مبحبش الجلد بتاع الرومي واكتر حاجة بتقرفني فعلا فيه وبحس ان هو مالوش لازمة فعشان كده شلته خالص منها انتوا قدامكم ممكن تحسوا ان هي لحمة شوية بس هو ده رومي يعني نقلبها بقى كده كويس قوي قوي لحد اما كله كده يمتزج ببعضه وتبقى حلوة وبعدين بعد 3 ساعات بقى طلعتها من التلاجة وعايزة احطوها في اكياس حرارية الكيس الحراري ده تحفى يا جماعة والله العظيم خلت تسوية حلوة جدا وخليها جوسي ودايبة قسمت الكمية على كيسين حراريين وحطيت فيها مكعب زبدة مع الخلطة وبطاطس مكعبات صغيرة وورق لورة وحبهان انا كنت مصورة المقطع ده بس للأسف اتمسح من عندي وقسمت الحاكتين على كيسين انا ما بعتمدش طبعا الحديدة دي اللي بتيجي مع الاكياس بحسها هتفك فبحبه اربط الكيس بنفسي كده ويسبتهم في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ساعة او ساعة ونص تقريبا ساعة ونص بالزبط وخرمت كده طبعا لازم الاكياس الحرارية دي قبل ما تدخل الفرن تتخرم كويس خرمتهم بالشوكة وبعد لما استوه شلت الحاجات دي كلها من الكيس الحراري وحطتهم في الصينية وتحت الشوية لحد ما ياخدوا وش كانت طحفة جدا والبطاطس والارومي كانوا دايبين قوي قوي وخطيرة الكيس الحراري دي جماعة يعني حاجة بتنجز جدا والله جربوا الوصفة دي هتعجبكم ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوه في القناة وتفعالوا الجرس عشان يساركمكم شكرا للمشاهدة